الأمل الغذائي دي المغاربة الأمل الغذائي دي المغاربة هذا واحد من الأولويات اللي حرصت عليه جميع الحكومة لكن الظروف تختلف الظروف تختلف والسياقات أيضا تختلف هذه سنوات واحد ثلاثة سنوات والأربعة كنا نعيش في زمن الوفرة كان مجموعة دي الأصوات كنا نسمعها في المجتمع كنت تقول بأن هذا مخطط المغرب الأخضر زاد في الإنتاج بشكل كبير جدا وهذا شيء ما يمكن شخصنا راجعوا الأهداف والراجعوا كذا ومعمرني ما سمعت شيء واحد كان يقول بأن مخطط المغرب الأخضر لم يحقق النتائج دياله هذا الذي وقع في ظل هذه الثلاث سنوات الأخيرة لأنه من كان أعزلوا الواقع على السياق كان يكونوا غير منصفين في إصدار الأحكام هذه الثلاثة ديال السنوات في الأخيرة عرفت بلدنا واحد الموجة شديدة ديال الجفاف وديال قلة تساقطت وأنا نعطيكم واحد الرقم صغير جدا ولكم أن تتمعانوا فيه الحصة ديال الفلاحة من الماء المخصص للري كنت نتكلمه تقريبا على حوالي واحد ستة مليار متر مكعب السنة الماضية تم تخصيص فقط مليار متر مكعب بمعنى أن الحصة ديال الماء انخفضت بحوالي ثمانين في المائة لا أحد يتحدثوا حول هذا الموضوع كنخليوا هذه المعطاية هذه المرتبطة بالمدخلات في الإنتاج الفلاحي وكنمشيوا نصدروا واحد لمجموعة ديال القيام اللي أنا متأكد إلا كانت سنة منطرة ما غير نسمعوش هذك الكلام فبالتالي الحكم يجب أن يكون حكما منصفا عبره نستحضروا السياق كله ونستحضروا المعطيات كلها باش نعطيه واحد الحكم يكون منصف وإلا وإلا غد نكونوا نطلقوا يعني الأراءة على وهينها ولا نقدموا تقيما حقيقيا لأي استراتيجية كيفما كان نعديلها على مستوى المدخلات وهنا نريد أن نتكلم على جوجة الأنواع ديال المدخلات المدخلات المرتبطة بيعني الأسميدة ديال العمق هذه ما عدناش فيها مشكل هذه ننتجوها وطنيا والأسعار ديالها لم تتغير منذ سنوات لكن في الفطارات ديال البرد نحن نعرفو البرد اللي كان في يناير وكان في فبراير واتر على إنتاج البعض الخضر خاصة الطماطم كنتستعملوا ما يمكنوا أن نطلق عليه بالأسميدة ديال السطح اللي هي في شكونا هو السماد رقم واحد هو الأزوت والأزوت منين يأتي؟ يأتي من ثلاثة ديال الدول المعروفة يأتي من الصين ومن روسيا ومن الولايات المتحدة الأمريكية لأن الأزوت هو نتيجة الانتاج دياله في الأساسي دياله المادة الأساسية في الانتاج والأزوت هي الغاز دونك الدول التي تنتجه الغاز هي الدول التي تنتجه الأسعار ديال الأزوت تضاعفت وارتفعت جزء المرات وثلاثة المرات مجموعة المدخلات الأخرى التي تتدخل في الانتاج الفلاحي وهذا علش الحكومة في الأسبوع ما قبل ما ذيخدت إجراءات عبر إزالة وعبر حدف الضريبة على القيمة المضافة على هذك المنتجات على هذك المواد التي تستعمل خاصة في بناء هذك البيوت إلى غير ذلك والمكنانات إلى غيرها من الأذوت يجب أن نعترف بأن بالإضافة إلى انخفاض الكميات المخصصة للسقي بالإضافة إلى سنوات الجفاف التي تعاقبت على بلادنا وهناك ارتفاع كبير في كلفة الانتاج وهذا هو اللي أضطر وخلى واحد الارتباك يوقع سيد رئيس الحكومة في اجتماعه مع القطاعات المعنية ومع الوزراء المعنيون ركز على واحد قضية أساسية جدا ما هي؟ هي كيف يمكن للحكومة أن تتدخل لكي نحقق ما يمكن أن نصطلح عليه بالتوازن لأنه في نهاية المنطف نحن نحتاج إلى هذا التوازن صحيح في لحظات الحكومة تدخلات ووقفات تصدير ولكن يجب أن ننتبه هذا موضوع الذي قصنا ناخده في إطار واحد التوازن نعطيه الإمكانيات ونعطيه الأولوية للسوق الوطنية ونعطيه المنتجات الفلاحية بأسعار معقولة للمواطنين لكن في نفس الوقت هذا الطفرة اللي عرفها النشاط الفلاحي وهذا العمل الكبير اللي قاموا بيه في اللحافات السنوات قصنا شجعوهم أكثر باش يمشيوا في مجال نحو الإنتاج بشكل كبير دبالآن في الشقة المرتبط بالحبوب مخطط المغرب الأخضر معمره مكان أعطى معطيات على أن الحبوب سوف نفوت 71 إلى 80 هذا والمعدل لأنه نعرف بأن إنتاج الحبوب هو مرتبط بشكل مباشر مع التساقطات ثم إنتاج الحبوب يجب أن نعرف وهذا يعرفه الناس الفلاحة في المناطق الباعدة والمختلفة بأنها من السلاسل الإنتاجية الأقل شغيلاً ومخطط المغرب الأخضر جاء بواحد الفكرة وواحد الهدف هو الرفع من الشغل وفور الشغل لأنه كتغرس فسيك تحسد كتكون واحد اليد عاملة بسيطة اللي كتكون تدير لذلك المراقبة وتتبع لكن الأشجار المتميرة والخضار خاصة القطاع ديال اللحم الحمراء هذا هو من أكبر القطاعات تشغيلاً في العالم القراوي وإنتاجاً للطروة وهو أيضاً تأثرة بفعل الجفا وتأثرة بفعل الكوفيد وعوامل أخرى سوف يأتي الوقت المناسب لكي نتطرق إليها بإمعان إذن هذه السلاسل كلها تأثرت بمجموعة من العوامل المتعاقبة ومجموعة من الصدمات اللي جات متعاقبة لونك طبيعي جداً أنه هذا الإنتاج ما يكونش واحد المستوى معين بالرغم من أن الرقم اللي يتكلم عليهم الأستاذ هذا في المناطق اللي ما كتعرفش واحد المكنانة قوية وما كتعرفش واحد الاستعمال لبذور المختارة وما كتعرفش واحد الاستعمال ديال المتابعة إلى غير ذلك لأنه غير في منطقة مرشوش هنا أكيلكو كيلومتر خمان رباط كين أرقام كبيرة جداً وصلوا لها الفلاحة ولكن الفلاحة طبعاً إن كتكون سنوات يعني سنوات منطرة وكتكون واحد المكنانة على مستوى عالي واحد التتبع إلى غيرها من المعطيات فهذا الموضوع هذا هو واحد من الإكرارات اللي الحكومة تواكبهم تتابعهم وفي كل مرة مرة كنشوفوا بأن الحكومة تتدخل عبر جملة من الإجراءات إما إجراءات ديال نرفعوه أو لا نحذفوه منطرب على القيمة المضافة إما أنه نعمل واحد الدعم مباشر كيفما عملنا في السلسلة ديال السكر رفعنا من سعر ديال الشمندر لمدزاج هذه السنوات ومن سعر ديالقصب السكر لماذا؟ لكي ندفع هؤلاء الفلاحة باش يحافظوا على الإنتاج ديالهم لكي ندفعهم أكثر باش يتملوا الإنتاج ديالهم ولكي نعطيهم وحد الدعم لأعتقد بأنه ولمشي نفذ الاتجاه نحن ندعم المنتج المغربي ولا ندعم المنتج الذي نستورد من عنده هذه المادة بشكل خام فهذه الملفات اللي معقدة ومركبة واللي بلادنا زعم بغض النظر لمن يعود الفضل في إنتاج هذه السياسة العمومية هذه سياسة عمومية كبيرة وسياسة عمومية اللي قدمات نسائش كبيرة ما نجيوش بين عاشية وضحها ونرميوك فيما تيقل مثل الفرنسي يعني الجانين والماء دي الجانين فهذه قضايا تحتاج إلى كثير من يعني الدراسة والتتبع والتقييم العقلاني والموضوعي لا تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب جانا وفعلوا خاصية الجلس بشيوصلكم كل جديدة فيروشام الفيديو وبرتجو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعية